فالسؤال اللي عاوز اسألك لكل واحد منا كيف اظهر علامات واضحة اني مسيحي وفعلا هذا سؤال صعب يعني بشكل اخر شو هي علاقتك الشخصية مع الرب هي اللي بتظهر هويتك وبتظهر حياتك انا راح اقرأ بعض القراءات من كلمة الله طب انا اذا كنت مثلا في مكان معين كنت في مطعم او كنت في مطار او كنت في الجامعة او في مكان العمل بالحقيقة سواء كنت في بلاد اللي بيسكنها مسيحيين ومسلمين او كنت مسيحي من خلفية غير مسيحية اسكن في بلد اسلامي والسؤال كيف ممكن يعرف المجتمع انه انا شخص مسيحي فكيف انا ممكن اظهر هويتي كمسيحي طبعا في مناطق عديدة ممكن نوع اللباس يمكن الناس بتحط صليب يمكن لباس الكهني سواء ارتدوكسي او كاتوليكي او انجيلي اللغة اللي بنتكلمها هو تعبير عن اسلوب كلامك وكتير مرات يعني بيبين حياتنا المسيحية من طريقتنا من اسلوبنا من شكلنا من اللغة اللي بنتكلم فيها فمثلا المسيحي المؤمن لا يستخدم كلمات قبيحة ولا بيستخدم كلمة مسبات ولا بيستخدم الحلفان يعني بيقول بنسمعها كتير عنا بالشرق الاوسط والله دايما تسمع هاي الكلمة المسيحي ما بيقول هذه الكلمة فالمسيح هو بعبر عن استقامي عن اماني عدم الذهاب الى اماكن لا تمجد الرب او الموافقة على اعمال الشر فواضح انه اللغة بتبعتنا الاسلوب الكلام والطريقة اللي منتصرف فيها او منسلك فيها هو تعبير عن هويتنا المسيحية اشتركوا في القناة